دايما بنكون معاكم ولكن النهاردة الحقيقة حاجة مهمة جدا حبة كريز النادي الاهلي حبة كريز النادي الاهلي لما اجي اقول كده واسكت هتقولولي عمر السلية صح؟ هتقولوا عمر السلية عمر السلية ده واحد من اهم وافضل لاعب خط الوسط سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر لفترات طويلة جدا جماعة اللعبة دي يا ما فرحتنا اللعبة دي يا ما اسعدت جمهور النادي الاهلي اللعبة دي يا ما جابت بطولات للنادي الاهلي ولسه هتجيب ان شاء الله خلال الفترة اللي جاي كل يوم زي ما قلت لحضراتكم هناخد ثلاثة اربعة من لعبة النادي الاهلي نقول لهم احنا بنحبكو واحنا وقفين في ضهركو لغاية ونديهم جزء من حقهم من خلالنا من خلال البيت الكبير النجمة عمر السلية رمانة ميزان القلع الحمراء وواحد من عازفي المزيكة داخل النادي الاهلي الكرة في رجلية حبة تتفرج عليها متعة مين ينسى الربون الحاجة اللي اتعملت دي في مباراة الاهلي والزمالك في الدور الاول السست عالمي لمحمد شريف الحقيقة مش انا اللي اتكلمت عنه وسائل الاعلام العالمية اتكلمت عن اهو اللي حضراتكو شايفينه قدامكو ده هاتهم الاول عم سامير طيب بس عشان الناس تستمتع بعمر السلية واللي بيعمله عمر السلية اهو تخيل حضرتك اهو وده هدف سلام عليك يا عمر سلام العالم كله تكلم عن الحركة اللي حضراتكو شايفينها دي ريبونا على رأي احمد حلم ببص الحركة دي عمر السلية يظل دائما واحد من النجوم الكبيرة واللي حيفضل دايما جمهور النادي الاهلي واقف في ظهره مش هو الوحده كله زيه زي كل نجوم النادي الاهلي اللي احنا دايما كل يوم بنتكلم عنه